مجلس بلدية الشمالية لتقنين عملية توزيع وتصنيف إعطاء تراخيص السجلات التجارية من جانب آخر تم عرض دراسة الأسواق المتنقلة في المحافظة الشمالية حيث وضع الأعضاء عددا من الاشتراطات التنظيمية ليتم بدء العمل فيها بعد اعتمادها من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كثير من الشوارع أصبحت خاصة الشوارع التجاري أصبحت فيها ازدحامات لتقارب الأنشطة ببعضها مع بعض طبعاً لقاءنا مع الأخوان في وزارة التجارة قرفة التجارة وزارة الصحة الجهاز التنفيذي كان من أجل التنسيق اليوم ما يعقل أنه يكون في شارع واحد كلها نفس النشاط في نفس الشارع وهذه يسبب ازدحامات كثيرة اللي يعاني منها اليوم مستخدم هذه الطريق اليوم التنظيم إن شاء الله راح يتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية اللي ذكرتها وإن شاء الله راح يتحقق هذه القريب بالعاجل الأسواق المتنقلة وجودها ضروري في وسط الأحيات السكنية وهذا يتم تلبية لتغطية حاجات الناس طبعا بيكون هذا التنسيق والتنظيم بين المجلس البلدي الشمالي والجهاز التنفيذي الجهاز التنفيذي بعد دراسة مستفيدة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وعلى الباع الجائلين تم مقترحات والتوصيات نرفحها إلى سعادة الوزير وتمن طبعا تقليل عدد الباع نسبة مع مساحة الأرض عدم العض مباشرة ويالطريق الاستفادة من تجمع الناس في التوعية للأسواق المتنقلة طبعا تقنين الأسواق المتنقلة وإدراجها تحت الباع الجائلين طبعا الترخيص بتم إصدار بطاقة إلى الباع نفسه هو اللي يستخدمها فقط